اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة يده الله واكد رئيس مجلس النواب الدعم النيابي للجهود الامنية ودورها الوطني والمسؤول في محاربة الجريمة ومواجهتها ومكافحتها والوقاية منها وما تتمتع به وزارة الداخلية من جهزية وحرفية متطورة في العمل الامني مشيرا معاليه الى ان تمكن الاجهزة الامنية من القبض على تنظيم ارهابي ضم 116 شخصا يؤكد قدرة وزارة الداخلية على ملاحقة الارهاب والارهابيين داخل وخارج البحرين وان ما تمارسه الجماعات الداعمة لهم من تدريب وتمويل وتحريض وغيره هو امر مرفوض قانونيا ودوليا واشدد رئيس مجلس النواب على اهمية تصدي المجتمع الدولي للارهاب ومن يقف خلفه مؤكدا معاليه ان السلطة التشريعية في البلاد ستواصل جهودها في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية امام المجتمع البرلماني الدولي والاقليمي لتبيان حقيقة الاوضاع التي تمارسها تلك الجماعات الارهابية ضد امن واستقرار مملكة البحرين ودعا رئيس مجلس النواب اولياء الامور لضرورة حفظ ابنائهم والشباب البحريني من الجماعات والوسائل والمنابر التي تغرر بهم وتخدعهم وتجعلهم ادوات هدم ضد وطنهم ومجتمعهم اشتركوا في القناة